إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهُ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم اليوم؟ شانا طيبين اليوم فطور يوم الجمعة إحنا داماً يوم الجمعة نعمل فطور متأخر فطور غدا وخاصة يعني قبل هالواقت عشان نروح الحرم بس الحين والله مو كل ناس صليحين للحرم بس الرجال اللي راحوا الحرم الحرين قاعدين في البيت وعملت هذا الفطور ما شاء الله تبارك الرحمن إن شاء الله كله نزل لكم الوصفات الحين يشوفونها هذا بيت بالقرنبيض وهذا عصير ليمون فريش وهذا فول كل الوصفات الحين إن شاء الله هشوفونها أنا كنت موظفة في يوم من الأيام وتعرفوا لما الواحد يجي من الدوام تعبان وكده صح عندي شقارة تساعدني بس يعني برضه ما شاء الله أنا اللي أطبخ يا ما تطبخ فكنا نعمل أيام الأسبوع طبحات سريعة طبحات يعني نوع واحد نوعين كده سريع سريع في نهاية الأسبوع أولت عيالي وزوجي إن نهاية الأسبوع عندنا يعني عزومة في البيت أعمل لهم وجبات تراتب الطاولة وحط حتى ورود طبيعي والله يحط عليها وحط أحسن نصحون ونقع نتغدى وننبسط نحس إنه يعني إجازة كأنه عيد في الوكند اللي خميس كان عندنا خميس سر الإجازة والجمعة بعدين صار الإجازة الجمعة والسبت فعشان كده عندنا يوم الإجازة دائما نعمله يوم مميز يختلف عن باقي الأيام ما في يعني شايفين ما في أشياء كثيرة كله معظم وجاهز وزيتون وجبنا وكله في الثلاجة بس يعني حتى من الليل نحضر نرتب أمورنا من الليل عشان الصباح لما نقوم يكون كل شي جاهز يعني عشان نختصر الوقت فدائما يعني حلو إنه أيام الإجازة تكون يوم مختلف سواء الغداء أو العشاء أو الفطور فكنا نحن نتأخر في الفطور وبعدين في الليل المغرب ناك الواجبة هي عشاء هي غداء الآن مع الحاضر ما شاء الله تغيرنا كله تغير المهم هذا البيض اللي بالقرنبيط اللي هو الزهرة نقطع البصل الأخضر الجهة البيضة أو الجهة الحمرة هو هنا يطلع لي أحمر هالمرة نخلي على جنب نحاول يعني نقطعه صغير صغير قدل استطاعة مو مراي صغير أنا قاعد أوريكم التقطيع عشان المبتدئات إنه هطف صحن مثل ما قلتكم دائما نبتدي نرتب أمورنا قبل قبل ما نبتدي نحضر الأغراض الحين نقطع البصل الأخضر الجهة الحضرة اللي ما عنده بصل أخضر ممكن نعمل بالكزبرة الحضرة بالبقدون يسطلع روعة بعد وبدأ للبصل الأخضر حط بصل عادي يعني هذه الخيارات حسب ذوقكم أنتو نحط في صحن الحين حبة فلفل أخضر وحبة فلفل أحمر المفروض يكونون حارين بس ما أولا ما طلعوا حارين نقطعهم صغير صغير يعني طلعوا وسط نقطعهم أول شيء من النص بعدين صغير صغير الحين خلصنا الفلفل القنابيب قسرنا طبعا أنتو عارفين ننقعوا بماي وخلوا ملح وننشفوا وردة وردة وزهرة زهرة ونقطعوا صغير صغير مثل ما أنتو شايفين حرص الحين عندي كل الأشياء جاهزة كمون فلفل أسود ملح البصل المقطع الفلفل أخضر القنابيب نصاخن زيت زيتون في مقلاية واسعة نقلب البصل الأخضر من الجهة البيضة هذه لما يذبل نقلب فيه شوية شوية يعني ما نخلي ياخذ لون لسه هيتقلب مع القنابيب بعدين ترى أنا مقاديري هذه يعني قابلة للزيادة للنقصان حابين تحطون بصر أكثر حابين تحطون قرنبيط أكثر تخففون شيء يزيدون شيء هذا ذوق شخصي أنا حطيت نص راس قرنبيط بس بصراحة لأنا حطيت أكثر ممكن أحسن لأنه هو يكيش مع الطبخ يتبخر الآن أقلبوا مع البصل تمام تمام هو نية الحماسة لقنا ولا شيء نغطيه على نار وسط مع البخار حيستويه نفتحه نقلبه نلاقيه بدي يحمر شوي نحط له الفلفل الأخضر والأحمر الحار نرشه ملح وكمون فلفل أسود نقلبه تمام نحط البصل الأخضر للجهة الخضرة مثل ما قلت لكم تحبين بقدونس أو شبت أو كزبرة خضرة يصير يعني بدال البصل الأخضر قلبنا كل السوا الآن نحاول نعمل كده بينه فراغات نكسر بيضة أنا عملت خمس بيضات أكيد يعني أنتو إذا تبقوا كمية أقل أو أكثر حسب ذوقكم حسب عدد أفراد العيلة الحين لما نصب البيض ما نقلب على الطبول نخليه لما يبتدي يجمده أسهل شايفين السنة شوية بعدين نبتدي نقلب نقلب تمام تمام والله هذا الطبق جدا جدا لذيذ وجدا صحي كله فيتامينات خضار وبيض يعني كله ما شاء الله أشياء تقوي الجسم نغطيه الحين شوية خمسة قايق يكمل البيض يجمد نتأكد أنه جمد البيض تمام تمام وخلص ما في أسهل منه شايفين ونغرفه حتى غدا هذا ينفع غدا الواحد كده ياكله أو عشه في الليل الحين الجبنة نجيب هنا حبة توست نقطعها من جوا نفرغها نعمل مربع داخلها نشيل المربع كده نجيب جبنة شرائح سلايسيز إذا ما في أنتوا قطعوا جبن عادي وحطوا إذا مو حابين البيض ممكن تحطون جبنة مبشورة تحطون زعتر تحطون زيتون مقطع على ما خيلتكم نحط القطع الثانية فوقها ندهن الشواية الهوائية ندهنها عشان خبز ما يلصق نحطهم نحط الخبز جوتهم نكسر بيضة وسط كل حبة والله يتطلع مرة لذيذة اللي ما يبغى بيض قلت لكم حطوا جبن مبشور حطوا زيتون حطوا زعتر اللي تحبون بس طبعا مع الجبن والله مع البيض مرة لذيذ نغطي أنا خليته 180 الحرارة حوالي 7 دقايق 8 دقايق إذا أنتوا فتحوا وشوفوا بس أنا كتبت هنا 16 لكن لا هو السوا قبل حوالي أخذ 8 دقايق أو أكثر فتحنا جمد البيض نشيلوا رشنا سماق وكمون وفلفل أسود هذا تعلمته في لبنان دائما كده لما جبوننا بيض مقلي رشونا بالسماق والكمون والفلفل الأسود الحين نعمل العصير هذا خلاطة أديسون مرة الجديدة صغيرة وضعيفة وخاصة العصيرات الكميات القليلة بدل ما نشقل الخلاط الكبير نعصر الليمون وهذا النعناع عندي فريش مخصول نحطه فيها تعملي هذه أربع كاسات أربع كاسات صغيرة بعدين نحط النعناع الأخضر فريش ونحط حليب مركز محلة بدل ما نحط السكر نحط الحليب المركز المحلة بعدين هيعملي زي الفقاعات وحيصير زي يجنن طعمه نحط ثلج مكعبات ثلج وموية باردة عصير منعش بصراحة عشان إحنا عاملين بيض وفول يهضم ويريح بالمرة بعدين نطحنوا شايفين ينطحن يجنن أحسن من الخلاط الكبير ياخذ كميات كبيرة ويتعب يعني هذا مرة مريح يجي معاه قطعتين غيارة أنا واحدة عملها للصوص الدقوس واحدة خليتها للعصيرات هذا هو ما صبيناه الآن بس يقعد دقيقتين ينفصل يصير من فوق الفقاعات ومن تحت شايفين يجنن وألف عافية لا تنسونوا اللايك وشير سبسكرايب تابعوني كل يوم هذا يعني فطور متعوب فيه يعني مو مرة متعوب فيه يعني نص متعوب فيه بس لذيذ ويستاهل جربوا يعني كله بسيط وخفيف وخير الله ونعمة الله